من جانبها أكدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أن السلامة هو الذي سيضمن الأمن المستدام للجميع وأضفت الوزيرة أن فرنسا من الدول التي تدعم مصر في جهودها مؤكدة أن بلادها ترحب بالمبادرة المصرية الداعية لعقد مؤتمر دولي حول الوضع بقطاع غزة إذن إضافة إلى الحالة الطارئة حاليا يجب إعادة فتح أفق سياسي حتى أو خاصة في هذه الأوقات التي نرى فيها أن الوضع متطاير ومتقلب جدا فرنسا سوف تعمل في هذا الاتجاه وهذه مسؤولية كل المجتمع الدولي للعمل بهذا الاتجاه ولهذا ترحب فرنسا بمبادرة مصر بعقد مؤتمر دولي لهذا الغرض